وفي أسيوت تأدى الألاف من المواطنين صلاة عيد الأطحى المبارك في 153 ساحة صلاة تم تحديدها بالإضافة إلى 4202 مسجد بالتنصيق مع مؤسسة حياة كريمة وسط أجواء من الاحتفالات والبهجة في شوارع أسيوت أدى ألاف المواطنين صلاة عيد الأطحى المبارك في 153 ساحة صلاة تم تحديدها بالإضافة لأكثر من 4000 مسجد في المحافظة بالتنصيق مع مؤسسة حياة كريمة لاستيعاب الأعداد الكبيرة من المصلين حياة كريمة دائماً بنكون موجودين وسط أهلنا في كل مناسبات الصهرة وكل مناسبات السعيدة نهاردة موجودين منصقين ومتطوعين حياة كريمة في أسيوت بنقدم التهناء لأهلنا في أسيوت على حلول عيد الأطحى المبارك بنقدم مجموعة من الهدايا البسيطة حلويات البلونات الحاجات البسيطة خالص للأطفال بنقول كل ساعة طيبين لأهلنا في محافظة أسيوت المؤسسة بتوزع على الأطفال بعض الهدايا علشان نشارك أهلنا الفرحة كعادة مؤسسة حياة كريمة بتقديم التهنئة لأهلنا في كل مناسبات المختلفة كل ساعة طيبين وشعب المصر بخير وعلت أصوات التكبيرات في الساحات والمساجد التي امتلأت عن آخرها بالمصلين الذين خرجوا برفقة عائلاتهم وأصدقائهم للاحتفال بالعيد وشهدت الساحات والمساجد في أسيوت أداء الصلاة بحضور آلاف المصلين الذين اصطحبوا أطفال لهم وسط أجواء احتفالية سادها الأمن والأمان وتم فيها توزيع الهدايا والبالونات والحلوة على الأطفال بعد انتهاء الصلاة من قبل متطوع مؤسسة حياة كريمة مبسوطة جدا بأجواء العيد وإحنا جايين من بدر قوي ووزعنا حاجات على الأطفال هدايا والأطفال كانوا مبسوطين جدا وتصورنا معاهم إحنا متواجدين من ساحة مسجد ناصر بمحافظة أسيوت مدان المنفذ إحنا بنشارك أهلنا فرحة العيد وبنقدم لهم هدايا بسيطة من خلال مؤسسة حياة كريمة النهاردة جاي شارك مع حياة كريمة أفرح وفرح الأولاد ووزعنا حاجات حلوة كثيرة بعد صلاة العيد شاركنا معهم وجيبنا حاجات حلوة وإحنا بننزل معهم وبنفرح زيهم أكثر جاينا هني أخواتنا وعيد سيد علينا بعيد الأطحى المبارك بنقدم للأطفال بلونات وهدايا حلوة كثيرة وطبعاً شايفين الفرحة في عيون الأطفال ودي حاجة كويسة قوي ومن ساعة دخلنا في مسجد حياة كريمة دائماً بتحول تفرح أولادها وتفرح أجيالها وتبادد المصلون التهنئة والتقاط الصور التذكارية مع الأهل والأصدقاء تعبيراً عن فرحتهم بالعيد